لقاء ثلاثي بين وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والعراق تم الاتفاق خلاله على وضع خطة زمنية للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة التفاصيل في التقرير التالي استكمالا للقمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق في القاهرة نهاية شهر آذار الماضي اتفق وزراء الصناعة في الدول الثلاثة في اجتماع تنسيقي على وضع خطة زمنية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بينها اضافة الى التعاون في مجال الطاقة ايجاد آليات ووسائل اكبر للتعاون الاقتصادي بما يعود على شعوب الدول الثلاث وقاطنيها بفائدة اكبر بخير اكبر وزراء الصناعة في الدول الثلاثة اتفقوا على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة عبر التعاون في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الاعمال فيه شركات هتبقى بتركز على ادارة الموارد كلها اكتر من التركيز على حجم الاستثمار بنتكلم مركزين على بدء التفكير في مناطق صناعية مشتركة بدء التفكير في مناطق لوجستية تخدم الصناعات او السابلاي تشين او سلاسل القيمة اللي تشتغل في الصناعات بنفكر في الصناعات الصغيرة المتوسطة اللي هي بقت عماد الاقتصاد في العالم اقترحنا في هذا الاجتماع ان يشتركوا الاخوان في جمهورية مصر العربية في هذه المنطقة الصناعية ومن الممكن ان يدخل القطاع الخاص المصري الى هذه المدينة الصناعية وبانتظار انشاء مدن صناعية داخل العراق كون العراق اليوم يشهد استقرار امني واقتصادي وسياسي اللقاء الثلاثي جاء لتأكيد اصرار الاردن ومصر والعراق للانطلاق بمرحلة جديدة عربيا واقليميا عنوانها اعادة الحياة للعمل العربي المشترك بعد الضغوط التي تعرضت لها المنطقة اشتركوا في القناة